السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كنرحب جميع الأخوة والأخوات المتابعين المدونة أفكاري والأخوة والأخوات اللي كينين في الأكاديمية المغربية التجارة الإلكترونية والأخوة والأخوات اللي عندي في لاب باش فيسبوك كنرحب الجميع في هذا الدرس ديال اليوم مزيان قبل ما نبدأ الدرس اليوم إن شاء الله أول حاجة تنحب نشكر الأخ كامل صاحب مدونة كامل على البوستات دياله الرائعين نظرا لأنه فهمتني الأخ كامل بالنسبة لي أنا واحد الشخص مو بداعتي يقلب على مواضيع رائعة بحل دبا مثلا هذا الموضوع ديال طريقة النشر في جميع مجموعاتك على الفيسبوك بضغطة زر واحدة فهو موضوع جد رائع أنا شخصيا استفتت منه بزايد وبزاف لأنه موضوع تتعاونك باش تجيب واحد لقدرت الترافيك كبير وبطبيعة حال كامل كامل منتبهكم هنا الأخ كامل أنه القوانط ديالك يجب أن يكون قديم شوية و يجب أن تكترش بالنسبة لي العسل منتبه و وهذا أمر رائع في الموضوع انا وضعت النبيهات ونبهكم ونشرح لكم كيفاش وقال لكم حضيو مع شي مسائل معينة وتنتمنى من جميع الاخوة اللي في الاكاديمية اللي عنده توقيات وكذا وهذه يحط مواضيع وكذا لان المواضيع تتفيد انا شخصيا بدأت نستفد من مواضيعكم اي واحد حط شي حاجة طب الحال انا انا ما عارفش كل شي را تحطوا ظهر او ريشي حويش كتير اللي انا ما عارفاش كنستفد منها تندخلها الراسي ونقدر في المستقبل من خلال ذاك شي اللي استفدت منكم ندير دروس حسن وحسن تنشكر الاخ كامال وتنشكر اي اخ حط اي فائدة في الاكاديمية او في اي بلاصة في الانترنت فهمتين حيث الهدف دياننا ان ننفعه قاع اخوتنا المسلمين نعطيهم شي حاجة اللي تفيدهم وتنشكر كافة المتابعين اللي تيتابعوا اي واحد تعطي شي حاجة مزيانة لانه المتابعين تيدفعوا اي واحد يعطي كتر وكتر مزيان ندوزوا ان شاء الله الموضوع دياننا ديان اليوم وموضوع هذا الدرس بطبيعة الهال من بعد اخر درس حطيناه انتع رحلة صناعة سكويز بيت احترافية باستخدام بلوغر وليست واير الجزء الاول اليوم غد نهضروا في الجزء تاني ديال هذا الدرس ولكن قبل هاد الشي نبغي ننبهل واحد المفهوم واحد الفلسفة وفاش نقول كلمة فلسفة او مفهوم فهي كنهاني انه تسعين في المئة ديال الناجاح ديالك تعتمد على عقلك باش عامر رمشي الى اللي تكنيك اللي تكنيك انت عجل بالترافيك باش تحصل الى اللي ليد وما الى ذلك موجودة ولكن لك انت عندك فلسفة صحيحة فلسفة تصويقية صحيحة يعني تتفكر بطريقة صحيحة تما تنجح في التصويق حيث التصويق ماشي تكنيكات فقط فهو استراتيجيات فهو فلسفة معينة خاصة ترصخ في الدهن دياله واحد باش يقدي نجاح باش يقدي يحقق واحد المدخول تابت من التصويق على الانترنت خليوا هاده في بالكم ان الفلسفة الفلسفة والحالة الدهنية انتع الشخص والاسلوب التفكير دياله المايند سيت هو ما تسعين فالمية من نجاح دياله واضحة اما التكنيك فهو ما كيكملوا فقط ديك العشراء فالمية باش الواحد يقدر ينجح في هذا المجال الفلسفة التصويقية والبروغرامسيون دياله عقلة الانسان تلعبوه دور كبير باش ينجح بالاخص فاياش في اليميل ماركتينج حيث سكويز بيتجا ليش دايرين احنا دايرينها على ود اليميل ماركتينج والإيميل ماركتينج تسعين فالمية في النجاح فيه تعتمد على عقلية الشخص على الصبر ديال الشخص على التفكير ديال الشخص على الفلسفة اللي تيعيش بهذاك الشخص حيث لكان شخص متسريع ما تيصبرش تي لفش ما تيعاوج ما تيكررش المحاوالة فبالتأكيد ما غيصور والو لمن إيميل ماركتينج لمن غيره وبالاخص من الإيميل ماركتينج ربما يديرش عاجة في ادسنس ولكن في الإيميل ماركتينج للمداخل دياله ولله الحمد تكون كبيرة ضروري الغادي زعمة ضروري خاص لواحد تكون عنده واحد العقلية صوليد عقلية قوية مزيان الأمر باش تنجح في الإيميل ماركتينج ما فيه شي صعوبة أو تعقيدات فهو سهل للغاية فقط بحل لغة تزرع شجرة تتعطيها وقتها وتتعطيها السقي دياله وتتعطيها الإيميل ماركتينج هذا هو الإيميل ماركتينج زرع شجرارة ما تتطلب منك أنك تكون عندك القوة دياله الكو لا لا فقط تتطلب منك أنك تواضب على السقي ديالها تواضب على الرعاية ديالها أنك تداويها من الحشرات أنك تربة ديالها تهتم بها يعني مسائل ما فيهاش نهائيا واحد لمجهود كبير واضحة؟ إلا بطبيعة الحل الزرعتي ألف شجرة بغدير ألف إيميل لستو هذا منه ما قدرت نقول من المستحيلات ولكن ما ما سبق ليهاش تهو وما عرفتش خصي شي حاجة أوطوماتيك لذي تقدر كده الغارات مزيان ونرجع ونكملوا الشغل ديالنا مع رحلة صناعة سكويز بيت احترافية باستخدام بلوغر وليست وير الجزء ثاني مزيان جيوا نشوفوا الشغل ديالنا كما تلاحظوا معيه هنا أنتم ما تتشوفوا فين وصلنا سكويز بيت لي صاوبنا الإخوان ديالي تصف طولية لسكويز بيت ديالهم تلاحظوا واحد القاضية أنهم هاد الحيز تلوصف اللي الفوق ونتع الرسالة تسويقية تكبروا شوية حتى تيلوح هاد إيميل وهاد البطن ديال سبسكرايب ان تيلوحهم من تحت ما تبقوش يبانوا في الصورة شوف تضرب حسابك أنك تصاوب هاد الحيز اللي تنشوفوه هنا تصاوبو يكون واخد من المساحة بحيث أنه هو خلواحد يكون عنده زايدين واحد جوج منتعليه بار هنا بحال دبا مثلا نديرو فيو تول بار نزيدو مثلا هاد تعيو طورنت لاحظوا معايا أنا غنزيدها لاحظوا باقي ما اختفت سبسكرايب ناو لاحظوا معايا عود تاني مشو نزيدو بار واحد آخرى نزيدو فيو سبسكرايب نزيدو نزيدو مثلا البوك ماركس تول بار لاحظ شو احنا زدنا جوج انتعليه بار نقلبو على شيء وعداد تالتي نزيدو على كانت عندي وباقي شو تطيل البوطن تزيدو اضآون بار لكنتو بالصحل غتبا واخد زيد ثلاثة ديالي بار دي متى تبقى تبقة تبخت كلمة ايميل والبلاصة تحت تدخل الاميل واضحة هذا من اللي برortionل المهمين في سكويز بايت ان مع أول شوفه بالله ما يهبط بالله ما يقدير سكرول التحت مع أول شوفه مع تفتحات له البلاج يشوف تال بلاصة فينا يدخل فيها ايميل واضحة سنحضر لتول بار من هنا نطيروا البوك ماركس ونطيروا لا اليو طورنت ومشيو تذيك الادون نحضر مزيان واضحة المهم خلاصة تلقاول في هذا الشيء اللي قلنا ان هذا ايميل تبقى باينة البلاصة اللي سيدخل فيها الايميل الشخص تبقى باينة مزيان كنت تذكير بسيط انه ماشي من ضرورة تدير واضحة ماشي من ضرورة تدير بطبيعة الحال في بعض الشيء اللي عندي هذه ما باينهش ولكن هذا بقى انا سنعلمكم اخر اخر ما توصلت له من خلال الاسقوز بيج اللي تعطيو نتائج مزيانة عندي هما من هاد الشكل اللي فيهم ايميل كتكون باينة معشو فالأولى بلا ما يسكرول الواحد اللي تحت مزيان ده باش نبقنا بقنا نزيدو نفسروا شوية الشغل في موقع listwire نحن ندخلوا الاميل لنا واليوزرنام عش مية واحد ونحن ندخلوا الباسورد ندخلوا الباسورد بل اياه يخطأتش في الباسورد نعوده ندخلوا الباسورد ندخلوا الباسورد ندخلوا الباسورد مزيان اكاونت يوزرنام اجبت المونة السابق اللو قمت باقي في هذه شنو ستدخل ستأخذوا ودخل الكم ونقول لهم سوف تقولوا الباسورد فسأخذوا الباسورد فسأخذوا الباسورد سأتوقف على ان ندخل الاميل ونأخذ الباسورد ونكملوا ان شاء الله مزيان وصلنا الاميل للي في الباسورد ندخلت له واختيت الباسورد ونحن نتقلوا الباسورد ندخل الاميل الاميل للي ثم ندخل الباسورد مزيان ندخل الاميل للي في الباسورد مزيان ندخل انت تذكروا بسرعة فهمتيني كين الهوم الصفحة ديال الاستقبال في الكمطة ديالك كين الماناج اوتو ريس بوندرس باش لكانوا عندك بزاف تلاز ايميل ليست وحدا متع انت لوايت لوس وحدا متع السلف ديفانس وحدا ديال الفيتناس وحدا ديال ليست انفكشن كل وحدا وعندها النشي ديالها لكانت عندك هذه القاضية هنا تجي وتكريي العدد اللي بغيت ايميل ليست وتبرانشي كل واحدا مع سكويز بيج ديالها وتخدم فراحتك مزيان نجيو الميساج الميساج كان فيها الفولو اوب ميساج وهذه اللي غنتطرقه لها دابا غتدخل الميساج وتكليكي على فولو اوب ميساج علاش حت في الفولو اوب ميساج اول حال حتى يدخل الشخص عندك وتدخل ايميل دياله تتوصله واحد لابا حتى يدخل ايميل دياله تتترانسفيره لواحد لابا راجعه احنا بيدينا من خسر نواله لاحظا نجيو ايميل الذي هنا هناا اêmes اعم فين ويضع راجعه ديالنا وادخله مثلاً نجيو ايمييل أقوم بإضافة gmail.com أقوم بإضافة أقوم بإضافة أقوم بإضافة لاحظة معي واحد القضية هنا يطلب منك تقوم بإضافة ثم يقول من بعد تقوم بإضافة تقوم بإضافة واضحة هذا الرابط قمت بإضافة تجربة في هذا الرابط المفروض أن تقوم بإضافة وحد هنا أو شيئة من أخرى أ mudah أنت تريد أن يقوم بإضافة قمك في إضافة إلا أن الكتاب لا تقوم بإضافة لذلك لذلك لا تقوم بإضافة من إضافة إسم كيف أنتبع أدع لنا أتصل صفحة للمرأة وتضعه هنا حتى يكون باقي ممشا اكتيف الشغل دياله ويصدق فهمتين ويصدق فهمتين يصدق فهمتين مثل شارج الكتاب وانت مستفتش وانت مستفتش وانت مستفتش وانت مستفتش يعني ماذا سوف يفعل ممكن هنا أنا كنت كنت نفعل واحد القاضية هنا تكتب له في الباج مثلا ترسيف بعد ما تدير تقول له المجانب المسخفقة يجب ان اضعك تصدق المشروع لانتك تصدق المشروع فهمتينك؟ تتخبر لاب غيتي تتمكن لبخير الكتاب وكتب بكتب ان تضعك تضعك لانتك اشترك الكتاب لكي ينصلك الكتاب في ايميل كان اصفها واطن الانتكام يأتي بالامل ان تصل في ايميل كمان ذاتب لاحظ معي مقدروا نجيو لاحظ هل نجيو الى هنا list wire هنا احنا غادر رجعوا لها القاضية لاحظوا معي غرجعوا لها القاضية بعد ان شاء الله اللي غامشي وليها دابا هي الbuilder لاحظ معي prospect عبارة لاحظ لها هنا انا المرة اللي فاتت كنا خدامين في الدرس وفجأت نهي وقالت لكم ما احنا مؤقتا سنجلح ال squeeze page في ذاك اللي هنعمره ب squeeze page نيت اللي هنجل squeeze page وغنحطو مزيان هنا من الافضل بحالة ب squeeze page على الweight loss انت تكون مصاوب واحد البلوغ على الweight loss واضحة تكون مصاوب واحد البلوغ على الweight loss وتحطفتك اللي يعني ولا تكون مصاوب غير صفحة كتبفية to validate you to receive your download link you have to validate your subscription بزيان نجيو اللي هنا نقناب prospect subscription form squeeze frame كيف اشترك يقولي انك ممصاوب شو انا مصاوب سينو تشوفوا هنا subscribe settings tracking building مزيان subscribe form نجيو نكليكيو مزيان subscribe description form النقطة اللي بغي تنبهكم لها طبعا الحلحنا تنطيروا هذا الكنتوني كما شفتوا في الدرس الليفات تنطيروا هذا الكنتوني في الآخر هنا هذا form redirect urls لديك اختيارات لاحظ معي اما نحط فيها مثلا البلوغ البلوغ مثلا success way كمثلا way101.blogspot.com اختيارات 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 بلوغ ادي double click عليها وكنت داير فين سين نرجع لليست wire استوليبقاش زايدين باش ما بقاش نضوخ وكنت داير في هاد for redirect url داير البلوغ ديالي فش غايجي هو اختيارات اختيارات ويقوم هنا فين غيمشي غيمشي البلوغ عندي او لا كنت في بعض الصفحات تنكد عليه تنضير له صفحة مكتوب فيها رخصك تفاليد اليميل ديالك باش تفاليد السبسكريبشن ديالك باش يوصلك ايميل فيه اللي انت تلاشة هارجمون ديال الكتاب داير احنا اللي تيهمنا في هاد درس حيث اغلب هاد الشيء فمتاني اذكرتو التوضيح على الدرس اللي فات ولكن اللي تيهمنا بالتات في هاد الدرس اللي انا دابع خدامين فيه هو انك كيفاش تصاوب اليميل اللي غيوصل للشخص فمتاني اللي تقيد عندك وفيه داونلود لينك يعني الرابط ديال التحميل ديال الكتاب يعني مدام درتي معاه خسك توفي خسك تدير له اليميل بمجرد صافمة تقيد ويكمل تقياد ديالو تيوصل ايميل في الكتاب مزيان غادي نجيو اول حاجة ونحطو الكتاب بعدها خسنا نحطو الكتاب ادتالي شارجي الكتاب ديالنا نجيو الماديا فاير انا شخصيا تنفضل الماديا فاير تيعجبني في المسائل ديال التالي شارجي ثم ربما يكون بعد ليسي تحسن منه ولكن هو تنفضله نديره لكي تبقى تضع الفيشي اللي تصفتهم للناس التالي شارجي الميزة دياله انه الواحد ما غيسينش نص ساعة بشي تالي شارجي التالي شارجي ما غيسينش يمكن لي التالي شارجي اهم ثلاثين داي دي ما غيس اخد هادا الفري غتتخد الخيار الفري و تدير ترايت فرث نيم نجيو و ندرو لاس نيم نضعهم هنا و لحيث مقيد لديهم و قلبة اسمية ندلهم ابد الكريم ابد نجيو لنا الإيميل ما نديره ابد الكريم هم 1001 أربسك جيميل و قمت ديروا اللي اكو بيكولا ينيج display name مزيلا password مزيلا نحط ال password نعود ال password لاحظة معي نأتي هنا نضيفه 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 أي شيء يريد أن نصفه لنصفه نضيفه 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 وقصح نضيفه ماهو نضيفه نس type رحكز ونأخذ الكتاب طبيعة الحالة هو وعد نبصيغة PDF سينور مع شماله على التعاكل لنقوم بمساعده دائما يوجد شيء قبل أن تقوم بإمكانك لتعمل الوضع لتقوم بإمكانك يعني تقوم بضغط الملف نأتي إلى هنا ونضع نصخة نقوم بكتاب نقوم بإمكانك نصخة ونأخذ ونرجع ونأخذ الملف ونقوم بإمكانك ونقوم بإمكانك نرار أو أي برنامج متوفر فإن شاء الله ستضغط نسعينوه مازيان لاحظوا معي مدام صافي ضغطناه بالوين رار غادي نجيو نهزوه نحطوه ايغان نجروا الفيشي ونحطوه في الماديا فاير باش يتحمل شوف الماديا فاير حيث انا تمقى الشاك في اي موقع واش صافت ليا ايميل طلع عليه اها الشيء اوما ماديا فاير صافت ليا اليميل هاد اليميل هاد اليميل هنا قد نجيو لها وش غن ديرو ها غن كليكيو عليها لاحظ باش تاكتيف الكمنط ديالك عندما ايديا فاير وميسدوه لكش هتحلد الصفحة وراهو ما مصيف طيلك واحد البيان هتمشي لها البيان اللي مصيف طيناه لك وغتكوبيه ديالكوبي وتجيو ديالكولي ودير فاليديك ايميل مزيان صافي تفاليد اليميل ديالنا ولله الحمد مزيان مزيان ما نشوفه تحميل ديالنا في نوصل اه باقي مدرنا بيجين ابلود مزيان صافي هنجيو لنا ونديرو بيجين ابلود يعني نبدو فالرفع ديال الميلف ديالنا اللي ميديا فاير مزيان سينوه باش يترفع مزيان مزيان ونخبت الوقت لمساعد لغاية سيطرفع الميلف نظر ان الفيشي صغير لديها مزيان حسنا مزيان مزيان المحيان مزيان قدر بحالة التواصل مزيان مزيان ما نبقى لان المرحلة بعدما وجدنا الفيشي بلنا شاء بقى لنا ننصاوب ايميل اللي اليصل للناس اللي فاليدوا التقييدة ديالهم رجل لش قلت ليكم انتلا يفتح ل应ه ترى صفحة طالب الاتفاق لان ديال الكتاب او صفحة التليشارجة او مت الكتاب علش الده القضية قلته لك باش مايجيش هو يتقييد وما يفاليدش دياله وانتا انتا صافي انتا صيد صافي هو غيتاليشارج الكتاب وموان فاليدش دياله لا حتى غي فاليد التقييدة دياله عادي يأخذ الكتاب شيء من غيره إلا مزياد هنا كما قلنا تقدر تضع ميساج تأكيد يصفحة مكتوبة You have to validate your subscription فهمتني to get اسمية الكتاب via email ومعهم ميساج كتارين جوجل واربراع ونقدر نتذكر فيها فهمتني في واحد الفيديو واحد آخر أنت على الميساج وكذا والعناوين وشنو حاليا تتعلموا الأساس الاساس بعد ذلك رجعوا لحاجة أخرى مهم كما قلت لكم هنا في الريداريكت تبراكم عارفين ماذا ستقوم بعمل السافي نحيطوا علينا الريداريكت وارجعوا الريداريكت هنأتي هنا الريداريكت الميساج الميساج للريداريكت ماذا سنقوم بعمل سنقوم بعمل الميساج جديد ماذا هو هذا الميساج هل أنت تتكلم على هذا الميساج أعطيك هذا الميساج ماذا ستكتب فيه ستكتب فيه عنوان title على أن هذا الميساج أرى فيه الميساج الميساج علم الميساج ماذا ستكتب فيه الميساج نقوم بعمل بلوغ نحاولون ان شاء الله ما امكن مزين سنجيو في العنوان ديال هاد الايميل اللي غايت صيفة للناس شنو غادي نديرو فيه هنديرو فري يورسالف فروم بانيك بستراسي بحلك سبس بانيك بدو زين بانيك بان وحدة بانيك اتاكس داول سننجح داولول لنك لاحظ معي فريو السير فروم بانيك اتاك داولول يعني وصلوا بهذا الكتاب ماذا سنقوم بإمكانه هنا سنقوم بإمكانه العنوان لأن ما هو الهدف لنا في هذا الميسج المسافة له ونضعه ونقوم بإمكانه هنا ونقوم بإمكانه لكي نحاول أن أعطيكم بأبسط صيغة ممكنة وهنا هنا أول إيان الذي أخذنا من الميديا في فاير أول فشي إياك فشي غاد نديروا له الطاق ونقوم بإمكانه لاحظ معي كوبية ونحن ونقوم بإمكانه هنا الإيميل ونحط لهم واضحة مزيان بغينا ندير القضية بالHTML بالنسبة للناس اللي عزيز عليهم الHTML ممكن نديرها بات طريقة يعني ندير text HTML2Base لاحظة نسعينه هنا هنا لا بغيتي ندير الميساج لك HTML بالإديتور لاحظة نأتي ونضع Ctrl-C ونكشفه مثلا Click Here لاحظة معي نمسح هذه كاملة طبعا الآن نبيل الناس اللي عزيز عليهم يخدموا SAMPLER بالتكست ركا تصفت لي الميساجكو والناس اللي عزيز عليهم يخدموا بالأش تعمل click here to download free yourself from panic attacks like ونجده لها here اللي تتشوفا هنا قد نديره عجل سكيد زعمت هجل بنتيبه ونجيب لها شنو نديرو فيها نديرو فيها لياه إيبار تكست فينا واه فينا واه ها هو ونجيب لياه نديرو copy link لاحظ ونجيب لها link url ونضع الشغل كما تشوفوا هنا الان ديال نتحط كامل ونقوم بـ insert واضحة نجيب لكتابة كاملة ونديروها انقر واضحة تيوصلوا ايميل من بعد ما تيتقييدوا ذاك شي تيوصلوا ايميل بالعنوان ديال free yourself from panic attacks download link وفيه click here to download free yourself from panic attacks ما سنجيب؟ سنجيب ونديرو سنجيب ونهبطه ونصفغرد المساج ديالنا click here to save changes لاحظ هنا بابسط صيغة ما سنجيب لدينا درس نتع استراتيجية الإيميل ماركتين تشبه للدرس نتع الى اصحاب clickbank كما يمكن لديهم نيفو شوية باخير افونسي يعني يقدروا يتعاملوا مع ذاك الترس ما كانش راجعين معنا درس في الإيميل ماركتين لاحظ click here to save ما زيال لاحظ انت اول ميساج ديالك من صوفغارده هنا sans problem ديال باب لاحظ معي ايك تقييدت انا وبقي مفاليدة تقييدة ديالي في الإيميل list ديالي شنو غان مشي ندير غان مشي غيل هنا غندخل لاحظ ها جاني ميساج من راسك خصني دبا واحد تقييد عندي دبا غايجي غايجي يوصل الى الإيميل verification required يعني خصو يفريفي غايحل تلقى فهم تينيما سيفطلع list وارخ تفريفي الإيميل ديالك فهذا squeeze page اللي تقييدتي فيها ما غايجي يدير هو غايجي 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 على هذا الليان باش يفاليد التقييدة ديالك عندك هنا بطبيعة الحالة بطجرات تلا صوفي تحضروا هذا الليان يمكن يقوموا بطبيعة نعم التقييدة مفاليدة الإيميل وكذلك على هذا الليان لن يجعل هم يدخل في مجد تحضروا 700 Broadway إشهر ولكن لاحظوا هم يعطينوا اختيار لا تريد إشهر 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 إياه لا لا صوف تحضروا نعم تانكس لأنه يوصلوا إلى هذا الشغل الذي نعم لاحظة سوف يأتي لهذا الباب طبعا الحال عندما ترسي بها سوف يستطيعها سوف يدلها بحالك وكيسين يوصلوا الكتاب الذي يريده و تحليه مشكلته طبعا الحال نحن قمت بها في الـFollow Up لاحظة معي هنا هو الـFollow Up في الـFollow Up الـInterval 0 يعني بمجرد ما يفاليد الـوحد قيدة دياله فمساني يسين واحد شوية غيوصلوا إيميل في الكتاب دياله اللي غيته لشارجه نجي ورجعوا له بوضع إيميل ديالي ونساينه لكي يوصلنا الميساج اللي بغينا نضع pause في السجيل لكي نساينه يوصل ديال الإيميل مزيان لاحظوا معي يمكن لي أنني تقيد تقبل من من بروغرامك الـFollow Up ميساج في الـListWire يعني الـميساج اللي يوصله ومن بطبيعة الحال حسب الأيام هذا يوصل له من بعد النهار هذا يوصل له في البلاصم بعد ما تفاليدات قيدة دياله هذا مبعد يومين هذا مبعد ثلثية من تجدات بروغرامي اللي بغيته الميام مركزوا معي في الـFollow Up أنا سنستخدم الـFollow Up فقط طيب يوصلوا أول برودوية وعتوبة أما من بعد سنستخدم الـBroadcast دعونا دبعا مع الـFollow Up كما سنستخدم الـBroadcast الـBroadcast لاحظ معي بالنسبة هنا الـFollow Up ركزوا معي دبصافي هنا أستطلت الـFollow Up وكل شيء سيبخير لاحظوا معي سنستخدم أنا حلّت واحد الـE-mail هنا جديد واحد آخر باش نصاب فيه الشغل ديالي لاحظوا سنجيل هنا وسنتقيد بالـE-mail ديالي في الـSquizPage باش تشوفوا الـProspect ديالكم كيف يوصلوا للشغل نبدأ الكريم ألف وواحد باسك Gmail .com مزيلا سوف يدخل الـE-mail لكي يأخذ الكتاب سوف يدخل send it to me now سوف تصبحوا لي واحد دقيقة نعود بالتليفون نكمل إن شاء الله من بعد ما دخلت الـE-mail بطبيعة الحال نحويل نحويله الـLab page من بعد ما نحويله الـLab page قلوا لي بعد ما تـ confirm الـE-mail لك اضع هنا لكي تكمل مزيلا هذا وصلني الـE-mail لا لاحظة فهمتينك من الـSqueeze وصلني الـE-mail كتبه في اسمي E-mail من أبو الكريم بن بطبيعة الحالة مزيلا سوف نأتي كأي واحد سوف نضع لكي نضع الـSubscription سوف نقول لهم هنا أنا لا أعرف شيء للإنترنت ماركتين أنا أريد الحلول سوف نقول لهم بطبيعة الحالة جيدة سوف ندخلني إلى واحد سوف ندخل ماركتين أنا لا أعرف بها سوف ندخل سوف ندخل سوف ندخل سوف ندخل سوف ندخل هنا و سوف نأتي هنا لهم أعطي سوف ندخل سوف ندخل أقوم بها مزيلا كما قلت لكم سوف نضع أقوم بها تجربة أصلاح مرح 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 تجربة أصلاح مرح مرح أصلاح التجربة و الناس على بلوغ ديالك بلوغ عندك في لازات سلوة اي حاجة بعد ما يتقييده مزيان من هنا انجيو البوات لاحظة انه تياخد شوية لوقت باش يوصل نخرج من هذا الكمت وندخل الكمت الاخر نشوفه وصل في ذاك الاميل اللي في الكتاب و المزيان نضيفه نضيفه اي ميل اي بوك بعد دقائق سوف يوصلك اي ميل في اي بوك نضيفه نضيفه اي ميل نضيفه 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 اي ميل لماذا؟ هذا الميسج الـ Interval 0 تعني أنه الميسج سيصل في الـ Blossom بعد أن يـ Confirm الشخص تسجيله لديك مزيلا فأنا نأتي هنا و أركزه معي وضعنا الميسج على كل HTML كما أشرحت لكم قبل أو ذلك الشيء العنوان الميسج is free or search from Panicatax download link و سأقوم بـ Click here to save changes to this message مزيلا و لكن ما بانش لا مشكلة سأقوم بـ Click here و سأقوم بـ Click here و سأقوم بـ Click here و سأرى كل شيء بـدق التفاصيل سأقوم بـ Click here و سأرى كل شيء بـ Click here و سأرى كل شيء بـ Click here و نرى كل شيء بـ Html في البحث و الأقوم بـ Html اجتزار الى حينينا سأقوم بـ Click here لـ Click Here لـ Download free 3. Yourself. From. Panic. Atax. . . . . كوبي لينك لاحظ معي مزيان من بعد كوبي لينك نجيو ونديرو في لين ايبار تكست فدك الكلمة جهير نزرعو اللين ديال التالي شارجم مزيان ونديرو انسر مزيان ندول ايميل اللي غيوصل لواحد من بعد ما يكونفيرمي تقييدة دياله عندنا كليك هير شو سيف تشينجز طاق صوفقاردعو ومشيو احنا صوفقاردعنا صافي كل شي وادك ومشيو ونتقيدوا بشي ايميل جديد مثلا باش ندير هذه القاضية لاحظوا معي سنستخدم ايميل جدا ايميل جدا ايميل جدا جدا ايميل جدا لاحظوا انا سنتقيد عند راسك بشيوز بيج ديالي ونرى شو سيوصلني نكتب مثلا ابدي الكريم ايميل جدا واحد جوش ثلاثة ونرى وانا ندخل ايميل جدا ندخل ايميل جدا ايميل جدا وانا نقوم بكثير ندخل ومن المصطل ايميل جدا انك أني بإحجرد الموضوع ونصلت سيتم تتجيط في الترجمات ستقدم بكثير ايميل جدا ايميل جدا اللي انت مصوبة لديه مزيان مزيان لاحظ معي check-in box مشوفوه وصلتني شي حاجة من عند squeeze page ديالي احنا بطبيعة الحال غي اعطوني واحد الاشهار حيث السيرفيس يعني ما في هذا القضية تعال الاشهار لاحظوا وصلني ايميل عند ابدي الكريم بن هذي نجيغى ندخل هنا fr as شنو هذيك نديره slash view message mkze z z view message لاحظة اول ميساج جاني من الليست جاني من ذاك اليميل اللي بروغراميش فيها الشغل دابا شنو هذي ندير دابا هذي نجي حيث يلي ركبت script ديالها في squeeze page ديالي فمشاني free yourself from panic attacks ها هو squeeze page اللي مركب فيها يعني اذا بغان فاليدة فاشن فاليدة تقييدة ديالي نديره 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 خاص دابا يوصلني ايميل جديد واضحة يوصلني ايميل جديد في البرودوية ديالي اللي بغيت نديره 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 وصلنا ايميل جديد ها هو وصل الى ايميل الثاني نديره نديره free yourself from panic attacks download link ما كاملش قريبا جوش دقائق وصل الى ايميل الثاني بجوج ارسي لاحظ view message شنو دائرين فيه click here to download download free yourself from panic attacks لاحظوا هنا اغلبت من دير هذا الكوت هنا ارتاهنا المهم مشكلة لدينا الفكرة ستكون وصلت وانا بقية دروس في ايميل ماركتين سنقرد في هذه الفكرة ونضحك كثير وكثر المهم message وصل كيف تجعل ذلك السلعة او ذلك e-book اللي وعتبه الناس يوصل لهم تتبروغرامه الـ follow up بلان تيرفال 0 واضحة مزيان لاحظة الآن نظن كل شيء واضح المهم كان هناك اي سؤال او استفسار ممكن نعوده هذا الموضوع كامل او اي موضوع بغيت يوهن نعوده كامل لا كان ما واضحش وخا وهنا بالنسبة للإيميل في بعض المرات ممكن تطول الإيميل فهمتيني تدير فيه بزافة الهضراء ولكن انا تنصفت في الأغلبية انتع بدلاً ما انصفت لي شيء حاجة وعدت بها تنصفتها لفستر واضحة وصلنا دابة الإيميل لليستوائر في البرودوي اللي وعدنا به الشخص لحد الآن تتكون وصلتك البرودوي ديالك اللي وعدت به الشخص اللي دخل فين البرودوي اللي هي هذي وصلت له ذلك الشيء اللي وعدت به المرحلة المقبلة تتنباني عليه بحالة عندك بلوغ وعندك متابعين عندك إيميل كل تلتيام حتى تبقى تحط فيها ارتيكل جديد لكي الناس يولفوا لزيميل منك يعرفوا أنه كان واحد الشخص كل مرة يصفت لهم الفوائد يعني ما تتعتبرش أنه عندك إيميل لست أنك عندك بلوغ وعندك قراء تتبوصط إليهم كل تلتيام أحسن ما كان والجديد رجع للطرس ديال إلى أصحاب كليك بانك ستفهم هدرتي كتر وفي الدرس الجاية المتعلقة بالتسويق بالبارد الإلكتروني سوف نفسر لكم كتر و سوف نضح لكم كتر هذه المسائل و نراكم إن شاء الله في الفيديو القادم و إن شاء الله تنسوك رجعا على المتابعين مدونة أفكاري الباش في الفيسبوك يوتيوب أي حاجة والمتابعين ديال أي واحد تعطي شي حاجة مفيدة في هذا العالم والسلام عليكم و رحمة الله و بركاته و نشوفكم إن شاء الله في فيديو واحد آخر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر كما نشبه أفكار ترجمة نانسي قنقر أنت ترجمة نانسي قنقر شكرا أفكار ترجمة نانسي قنقر شكرا